لا أعتقد أن هناك مجال للخصوصية في العالم الحديث وأصبح كل شيء معروفا بالإضافة لذلك أيضا أصبح من الممكن شراء كل ما تريد بالمال فالبعض القليل هو من يحافظ على المبادئ والذكريات الجميلة والتاريخ حيث تظهر الأموال واليوم سنعرض لكم قصة رجل وقف أمام العالم بأكمله للحفاظ على تراث أجداده وأسلافه ولكن قبل أن نبدأ القصة لا تنسى أن تكتب لنا رأيك بعد المشاهدة وكذلك أن تشترك في القناة سوف نذهب سريعا إلى مطار ناريتا الذي يعتبر المطار الثاني من حيث المساحة في اليابان فقد بدأ العمل في هذا المطار منذ عام 1972 ويستقبل نحو 60 مليون زائر سنويا بواقع 260 ألف رحلة هذا المطار له أهمية كبيرة ليس على مستوى اليابان فقط ولكن في حركة الطيران الدولية لأنه يعتبر همزة وصل بين دول شرق آسيا وكثير من الدول في أمريكا الجنوبية ولكن رغم كل هذه الإمكانيات الكبيرة للمطار فإن قصة اليوم ليست على المطار لكنها لشخص يبلغ من العمر سبعين عاما ورغم هذا يقول كل من يعرف هذا الرجل أن لياقته توازي شابا في الثلاثين من عمره وهو يعمل في الفلاحة والزراعة مثل أجداده ولكن الرابط بين هذا الرجل والمطار أنه مارك لمزرعة تاكو تقع بين مدرج طائرات مطار ناريتا يترك المطار مساحة قليلة بين مدرجاته وبين مزرعة هذا الرجل لدرجة أن ركاب الطائرات عند الإقلاع والهبوط يرون البازلاء والخضروات الموجودة في المزرعة وكذلك رجل عجوز دائم الحضور في تلك المزرعة حتى نعرف التفاصيل التي جعلت تلك المزرعة بداخل حدود مطار ناريتا علينا العودة للخلف لمدة 45 عاما حيث قررت السلطات في هذا الوقت إنشاء المطار الذي كان مقررا إقامته على مساحة 32 فدانا في إحدى القرى اليابانية وطلبت السلطات الحصول على الأراضي الزراعية في هذا الوقت من والدي هذا الرجل ولكنه كان عنيدا ورفض التنازل عن أرض أجداده لصالح بناء المطار وبعض العائلات الأخرى أيضا رفضت البيع مثل هذا الرجل ولكن وبمرور الوقت وتغير الأجيال قبل بعض الأبناء التنازل عن الأراضي لصالح المطار الذي بدأ فقط بمدرج واحد للطائرات إلى أن وصل في عام 2002 أن جميع العائلات قامت بالبيع لصالح السلطات إلا أن والد هذا الرجل بطل قصة اليوم وعندما بلغ الوالد 84 عاما قام بدعوة ابنه وطلب منه مواصلة القتال والمثابرة للحفاظ على الأرض من الضياع لصالح بناء مدرج للطائرات كان من الممكن أن يقام في الصحراء بدلا من تخريب الأراضي الزراعية التي طالما بذل فيها الأجداد الكثير من السنوات حتى تصبح أرضا مثمرة وعد الإبن والده بالمحافظة على الأرض وأنهم سويا لن يتركوا شخصا يقوم بالاستيلاء على هذه الأرض مهما كانت المتغيرات ولكن بعد أيام من هذا الموقف توفي الوالد وأصبح الولد وحيدا في مقابل شركة المطار والسلطات التي تبحث طوال الوقت عن فرصة للاستيلاء والحصول على الأرض التي تقف في منتصف أراضي المطار وظنوا أنه بموت الوالد سيكون الأمر سهلا يصبح مثل باقي العائلات التي قامت بالبيع بمجرد موت الآباء والأجداد ولكن على ما يبدو أن الأمر مختلف مع هذا الشاب الذي قرر المحافظة على الوعد الذي تعهد به لوالده قبل وفاته واصل الرجل النضال في المحافظة على الأرض التي يعتمد عليها بشكل كامل في تسليد احتياجاته المادية واحتياجات أسرته من الطعام والحصول على الأموال مقابل بيع المحاصيل الزراعية وقام الجميع بمحاولة الضغط على هذا الشاب للتنازل عن الأرض وتواصل معه الكثير من الصحفيين وبعض القادة السياسيين المحليين في المدينة لتنفيذ خطة لتوسيع المطار والتي هي متوقفة على هدم تلك المزرعة وصل الأمر إلى التهديد في بعض الحالات للتنازل عن المزرعة ولكن بقي الإبن على موقف أبيه لذلك قررت السلطات القيام بخطة أخرى وهي بناء مدرج جديد على طول مساحة المزرعة وأثناء ذلك تعرضت الأسرة للكثير من المضايقات والضجيج والأدخنة ظن منهم أن هذا سوف يشعرهم باليأس بأن يقبلوا العيش طوال الوقت محاصرين بين مدرجات الطائرات التي تصدر الكثير من الضوضاء أثناء الإقلاع والهبوط بالإضافة إلى الهواء الساخن المصحوب بالأدخنة والذي يسبب التلف للمزرعات ولكنهم أيضا كانوا على خطأ فبالرغم من كل هذه المخاطر والضوضاء ووجود نفق يمر أسفل المزرعة إلا أنه لم يستسلم وظل محافظا على مزرعة تاكو ودائما كان يصرخ بأن الوضع سيبقى كما استلمه من والده طالما بقي حيا وانتشرت في جميع أنحاء اليابان قصة هذا الرجل الذي قرر تحدي الجميع من أجل المحافظة على أرضه ولذلك تعاطف معه الكثيرون وحاول البعض منهم تقديم المساعدة ولكن بطريقة أخرى بتشجيع شراء منتجات مزرعة تاكو حتى يستطيع الاستمرار في نضاله حتى وصل عدد عملاء مزرعة تاكو إلى 450 عميلا من مدن مختلفة وذلك لشراء منتجات عضوية خالية من استخدام المبيدات الكيميائية وفي عام 2012 وصلت أرباح المزرعة إلى مليوني دولار ولكن مالك المزرعة لم يستخدم هذه الأموال فقط في الرفاهية وتسديد احتياجات أسرته ولكنه قرر أن يخص جزءا كبيرا من تلك الأموال لمساعدة الفقراء في اليابان وهذا هو الوعد الذي قام الإبن بقطعه لوالده بالمحافظة على المزرعة واستخدام أرباح مبيعات المنتجات في مساعدة فقراء آخرين يحتاجون إلى المساعدة كانت هذه العائلة تدرك أن قيمة الحياة لا تقاس بقدر الأموال التي يملكونها ولكن تقاس بالمبادئ التي يعيشون بها ولأجلها فالعمل والعطاء قيمة كبيرة بالنسبة لهم وأدركوا أنها غاية الحياة الكثير من النشطاء والحقوقيين حول العالم قرروا مساعدة هذا الشاب في قضيته التي عاش من أجلها ودعمه في إيقاف سلطة وإدارة المطار من ملاحقته للحصول على مزرعته ولا يزال الأمر في القضاء ويقف الكثيرون في صف مالك المزرعة الكثير من الأشخاص يذهبون إلى المزرعة للحديث مع هذا البطل والتقاط الصور التذكارية معه فقد أصبحت المزرعة مكانا للزيارة للكثيرين من حول العالم الحياة من أجل هدف سامي أمر مبهج فهذا الشخص يعيش من أجل غرض واضح ومحدد يسعى إليه بشكل يومي ولكن إذا كنت تعيش الحياة بدون هدف فليس لديك مقياس لنجاح حياتك من عدمه لأنك بلا هدف حاول دائما التحقق من أهداف حياتك والمحافظة عليها إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد